توقيت القاهرة توقيت مكة المكرمة والحدث يا سادة على مدار الزمان والمكان في كل آن يحدث مشكلات وتحدث مشكلات ولكن لا بد من وجود حلول لتلك المشكلات لذلك في هذا اليوم الميمون المبارك صدفنا الأستاذ مصطفى العسالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة السلام والتنمية لحقوق الإنسان ومرشح مجلس النواب أهلا وسلام أستاذ مصطفى أهلا وسلام بحضرتك نوعنا بداية الأستاذ مصطفى نتكلم عن بعض المشكلات اللي ممكن تواجه أي شاب من الشباب نسبة البطالة نسبة البطالة تمام كيف نقوم بحل نسبة البطالة مجلس النواب يعدل قانون الخدمة المدنية الجديد لكي يفتح أفاق وتوظيف الشباب لأن القانون قفل التعينات نهائي وفيه نسبة البطالة بتزيد دايما باستمرار ونتمنى أن القانون بيتعدل يعني القانون حاليا اللي هو بتاع التعينات تم إيقافه تمام من 2013 تمام طب بالوقت حاليا يعني في ظل يعني الوجودة البطالة وانتشارها بصورة كبيرة هناك للأسف بعض الأسر المصرية تم إيقاف البطاقات التموينية الخاصة بهذا فما الحل الحل المشكلة كلها مع وزارة التموين دايما المفروض هي اللي توضع حلول باستمرار إنما ما يبقاش البطاقة التموينية موقوفة ويقعد يجري شمال ويمين ويفضل رايح جاي رايح جاي وناس بتقعب بالشهر وبالتنين على ما تصرف المستحقات بتاعتي ممكن أكتر من كده كمان يعني فيه ناس فيه مشكلة كانت قابلتنا برضو من كام يوم كان أول ما البطاقة التموينية اتعامل الكمبيوتر ما كانش فيه أرقام موبايلات صحيحة أو كان فيه ناس بتحط أي أرقام طب حاليا بقالهم أكتر من ثلاث شهور طب فين مثلا وزارة التموين من حل المشكلة دي؟ يعني حاليا المشكلات في وجود المشكلات اللي بتواجه بعض الأسر للبطاقات التموينية كذلك هناك يعني مشكلة أكبر يعني الناس اللي هي ما عندهاش أي دخل ثابت عنده مشكلة في المعاشات تكافل وقرامة تكافل وقرامة دايما فيه وسطة ومحسوبية وفيه ناس تستحق فعلا المعاش ده والأسف ما بتاخدوهش وفيه ناس فعلا يعني ما تستحقش المعاش وحالتها المادة مرتاحة جدا وابتاخدوه بمعاش طب يعني ما الحل لهذه المشكلة؟ الحل لهذه المشكلة أن الموظفين يتقل لا فقط يعني أنهم يتقل ربنا صحيح للأسف يعني إحنا عندنا في بعض الأماكن ليس من نوع على باب يواجه العموم يوجد فساد للمحليات يوجد للفساد المحليات فساد المحليات عشان ينحصر لازم يعمل خدمة الشباك الواحد لو عمل خدمة الشباك الواحد مش هيبقى فيه فساد إن أنا مجرد ما أخش أدفع الرسوم أستلم تصريح المباني مش يسيبني من دال 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 فالحل الوحيد هو المشكلة عشان تنحل خدمة الشباك الواحد خدمة الشباك الواحد دي بتحل بعض المحليات أو فساد المحليات شايفة فيه فساد من مجرد ما أدخل المصلحة الحكومية هدفع هستلم تصريح الالكتروني للأسف في هذا الوقت بعض الشباب ممكن يجتهد أنه يعني يحاول أنه يبحث عن وظيفة معينة خاصة به يعني حدث في إحدى كرة دقاهلية بقري كفر النر القديم أحد الشباب اللي ما عندوش أي مثلا دخل سابت أو ما عندوش شغل راح بجوار بحر وعمل كشك كده بيبيع فيه شاي تم البلاغ فيه بلاغ ظلم وزور أنه بيبيع مخدرات وتم هدم هذا الكشك دون إيجاد أي حل له أو عمل آخر ده أنت بتعتبره من فساد المحليات ولا من تطوير الأماكن العامة لا لا من فساد المحليات طبعا إن المحليات سمحت له بإنشاء الكشك من البداية وأكيد طبعا وبعدين ده تعدى على أملاك الدولة هو لم يتم السماح له ده هو اللي عمله كاكتهاد أنه ما عندوش شغل تمام أنا بقول له حضرتك ما هو يسعى يشوف ما إيه لو هو لو مش قانوني مش هينزاله الكشك يعني حضرتك بتبص أنه هو يعني يسعى للمحليات إنها تعطوله ترخيص تمام ويكون مكان ما يكونش متعدى على أملاك الدولة تمام طب يعني حضرتك شايف المشكلات ديه أو الوظائف أو لو إحنا عارفه مثلا إنه واحد مرتاشي مني اللي بيشتغله في المحليات واجبنا نعمل إيه اتجاه الرجل ده الرقابة الإدارية إحنا نبلغ أكيد طبعا مش بتعتبر إن إحنا مثلا بنفتن عليه أو بن لا إنت على فكرة إنت كده لو إنت ساعدته إنت كده بتساعد معاه في الفساد طب المشكلة بالنسبة أيضا مشكلة من باب المشاكل أيضا في المحليات إن السائقين بعض السوائين اللي هما بيفضلوا شغالين بيعدوا في سن معين لخمسين أو ستين سنة وللأسف مش بيلاقوا في الآخر معاش أنا عرف سوائين يعني أنا عرف سوائين بعض السوائين أكتر من تلاتين سنة بيدفع تأمينات للدولة وبياخد تمنمي جنيه تمنمي جنيه ما عملوش حاجة لأسرة النهاردة وده ظلم طب فين ظهور الأستاذ مصطفى العسالي بالنسبة لبلده ده محتاج تشريعات وكوانين حضرتك أنت أين دور حضرتك في خدمة أهل بلدك بما أنك مرشح لمجلس النواة والله أهل بلدي لهم الفضل الكبير عليها في كل شيء منذ صغري منذ صغر سني وإن شاء الله بنسع جاهدين لحل بعض المشاكل في القرية والقرى المجورة وإن شاء الله حاليا نشغالين يوم الخميس الماضي قابلت مدير الإسعاف دكتور أم جدعب عظيم إن شاء الله لإنشاء نقطة إسعاف للقرية وجاهدين برضو إن شاء الله وسنسعى قريبا لإن شاء نقطة شرطة وإسعاف ومطافي وإن شاء الله سجل مدني برضو في القرى بالعجل حضرتك إن شاء الله ناوي تعمل سجل مدني في القرية وفي بعض القرى المجورة طب بعض الناس وده وارد يعني ده سؤالي وسؤال بعض الناس إن ده سوق إعلامي أو من حضرتك تقول كده قبل الترشح بعد الترشح ما بنشوفش أو بعد نجاح المرشح ما بنشوفش أي حاجة من النواب المشكلة حضرتك ده بيبقى سوق اختيار من النائب من الناس للنائب للمرشح اللي قدامه هو ليه دايما يجري بيختار اللي زوجه سلطة سابقة ويختار أصحاب الرأس مال لذلك إن فيه ناس كتير كان فيه نسبة كبيرة معطعة الانتخابات لكن أنا أبدع الشباب للنزول لا معلش أنا بس يعني حضرتك أنا سؤالي واضح برضو أنا الوقت جاي لواحد وأنا هعمل لكم وطمرات اللي بتحصل والإنفاق اللي بيحصل على أعضاء مجلس النواب بتعملها أو المرشحين لمجلس النواب بيعملوها مؤتمرات بالألافات علشان يعملوا لنفسهم دعاية وهنعمل لكم وهنعمل لكم بعد النجاح مابش أي عمل ديك أنا قلت لحضرتك ده سوق اختيار ما هو هيعرف منين إنه هو أسائل اختيار ما هو عشان بيختار دايما زوجه سلطة سابقة بيختار دايما أصحاب رجال أعمال فالناس دي عمرهم هتحس طبعا بالغلبان يعني لو فيه قانون بتعدل أو بينضاف ليه مواد أو 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 طبعا لو هو ضاف في سعر السولار مثلا جنيه تمام الجنيه ده بيوصل لعشرة جنيه في حاجة تانية فطبعا الناس دي مش هتحس بالغلبان الغلبان طبعا خلاص الناس بصراحة فيه ناس كتير تعبانة فإنما الناس دي مش هجنيه بالنسبة لها مش هيأثر معاها فقام الشغلة نفسها بحياة الغير دي لهم ذو السلطة سابقة ذو سلطة سابقة أو رجال أعمال الرجل أعمال دلوقتي بيخش عايز يحمى مصالحه طبعا بس ما ليش عاوز والشباب طبعا بصراحة الشباب تعبان ده حقيقي بس أنا عاوز أرجع لنقطة مهمة جدا بعض الناس ممكن يتساءل للي هي أصحاب المعاشرات تكافل وكرامة الواجب عليهم هم يعملوا إيه علشان يتقدموا له وهما يستحقوها يعمل فيه تظلم لوزيرة التضامن الاجتماعي بيعملوا فين أو يقدم شاكو عن طريق مجلس الوزراء بيقدم شاكو عن منظومة الشكاوي سؤال بقى هل بيتم الاعتناء بتلك الشكاوي أكيد طبعا مجلس الوزراء بيسعى دايما في حل مشاكل كتير وأكتر من ألف شاكوى يوميا بتوصل لمجلس الوزراء يعني على حكاية الخمسمة جنيت دعم اللي كان الرئيس عبدالفتاح سيسعمالها في الظل لأزم الغيرس كورونا للأسف كانت وصلت لناس ما تستحقش وفي ناس كانت لاستحقل خمسمة جنيت وما وصلت لهاش لا هو الموضوع مش كده أستاذ الفاضل الموضوع ان فيه ناس كانت مسجلة في القوة العاملة دي اتخدت فعلا فيه ناس ما كانتش مسجلة في القوة العاملة فياملهاش الحق انها تاخد ما هو سجل بعد كده في الموقع لما فتحها ما هو حضرتك لا فيه ناس خدت بالفعل وفيه ناس ما خدتش فيه ناس بالفعلة أخدت وما كانتش تستحق تمام فيه ناس كانت تستحق ولم يأتي لها أي أجر وما فيه السوق ما يستحقش أو ما فيهش عامل ما يستحقش تمام أو ناسس طب عدب بسبب عدم نقص الأوراق حضرتك يعني السؤال كده خارج عن نطاق الحلقة ليه حضرتك ترشحتي لمجلس النواب؟ إن شاء الله حابب أخدم أهل الدائرة كلهم لأن في ناس فعلا تعبانة جدا وفي ناس ودايما النواب معظمهم مش موجود ومجرب ما ينجح زي ما حضرتك ذكرت من شوما بيختفي طب اسم أحنا نستقبل هذا الاتصال من عماد من الغربية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أنا وسلم السلام أهلا بك يا سيدنا إزاي حضرتك الله يكرمك تفضل أنا الأول أشكرك على المداخلة وطرحها بضيفك الوصول المصطفى العسل الله يكرمك والله وأنا شاكر جدا للرجل المحترم لأننا فعلا يعني تواصلنا معه بلكده وهو يعني من الناس اللي يتخدم بصراحة ومش من الناس اللي يتذاتي كلامها الصدف يعني نسأ الله أنا رجل من الغربية وتواصلت مع رجل بأكثر من مرّف المشكلة وفضل الله تعالى ما كانش إليه يعني سلطة إلا أنه اتدخل بميورد الله والحمد لله يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى نسأ الله يعني كنا بالعجزين على الشكر لسول مصطفى الله وفعلا المشكلة اللي نتو أكلم فيها فعلا مشاكل كثيرة نحن يعني تقضيها مع الوحدات المحلية بالنسبة لمشاكل التموين بالنسبة لمشاكل التصالح يعني ناس كثيرة والله نتمنى من الله يكون وعن سابس المصطفى ونتمنى من الله عز وجل يكون في لازل تتدور على حلول الغلابة اللي زال حالتنا وتواصل صوتنا للمسؤولين والله بنشكرك يا أستاذ عماد ربنا يبارك فيك والأستاذ مصطفى طبعا يعني أنت حضرتك من منوفية وهو من الغربية وحضرتك كنت بتخدمه على يعني هو من محافظة المحافظة ثانية وانت حضرتك خدمته والله اي حاجة في استطاعتنا عنا مش نتاخل على سواء في الغربية أو في المنوفية فأي محافظة بس احنا عاوزين من حضرتك يعني يكون فيه يعني وعد من حضرتك يعني لكل الناس على هوا الوقت بسرطا ان بعض الخطط انت تقولها الوقت حالا هتعملها الناس بعد النجاح بس مش عاوزين تبقى زي صلاحة بجودة يقولوا يعني ما ينفس لا لا ان شاء الله في برنامج انتخابي ان شاء الله بإذن الله يوم الترشح بإذن الله اعلنه برنامج هيقوم قوي جدا وان شاء الله هتنفس على الأرض الواقع اللي حضرتك هتقوله هيتم تنفيذه بإذن الله تعالى ان شاء الله ماذا لو لم يتم تنفيذه لا 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 ان شاء الله هيتنفس لان ان شاء الله يعني انا هعمل حاجات اننا اقدر انفس على الأرض الواقع سامحني دي بعض أسئلة السادة المشاهدين أكيد طبعاً وده حقيقهم وارد أنه هو يسأل راس السؤال أكيد طبعاً فاهمني فإحنا مش بنسأل الإحراج لحضرك عليها ولا إحنا بس بنأخذ نحرك وعد بتطبيق ما ستقوله إن شاء الله وعد مني إن شاء الله والله لن أكون العهد فيكم يعني نتمنى ذلك إن شاء الله إن شاء الله ربنا يارك في واسم مصطفى طب يعني الاسم مصطفى عايزين حاجة أخيرة أو حاجة مهمة نعرفها برضو بالنسبة للشباب اللي قال من 18 سنة ويطلعوا من التعليم في الحالة دي سابوا التعليم وفي الحالة دي معنومش أي وظيفة إيه اللي إحنا نقدر أقدمه خدمة ليهم خدمة للناس ديات والمجتمع وحضرتك فيه قانون بيقول إن مثلاً من سن معين من لحد مثلاً 18 سنة إنه هو عشان يبدأ يشتغل يطلحش مثلاً طفل مثلاً عنده 12 سنة يوديه في ورشة أو يوديه في مصنع أو 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 لأنه هيبقى متأمن عليه ولا هيبقى ليه أي مستحقات ولو جراله أي مشكلة طبعاً المكان اللي هو فيه مش هتحمله في حالية موجودة في مصر تأمينات اجتماعية على بعض المحلات وغير ذلك بس مش كل المصانع ومش كل الشركات طبعاً طب وفيه تأمين على الحياة نفسها أكيد طبعاً موجود فيه شركات كتير بتأمن على حياة الحرب أيوة تمام اللي بيقدم على الحاجات دي كلها طب إحنا عاوسين كده رسالة يعني نصيحة كده للشباب اللي عنده هدف وطموح بس الأسف ما بيلاقيش حد بيشجعه وبيلاقي الناس كلها بتهدم فيه وتحطمه انت مش هتنجح انت هتفشل وانت تقول لهم إيه الناس دي اللي عايز يحقق هدف ومش عارف والله هو كل واحد يعني يتوقى لع الله واللي دايماً يتوقى لع الله دايماً ربنا بينصره يعني ربنا سبحانه وتقالى الواحد طبعاً يتوقى لله ما يتوكل لله فهو حسبه قودة ربنا سبحانه وتعالى نعم سبحان الله طب مصطفى احنا عاوزين من حضرتك رسالة للسيدات اللي قاعدوا في البيت وظنوا ان هما ما يشتغلوش وعاوزين يجي لهم يعني فلوس من بره من الجمعيات وده لأسف منتشر جدا بعض السيدات تقول لك انا ارمالة وانا مسكينة انا مش هشتغل بس عايزة جمعية تصرف عليك تقول لها الستيد مع انها مقتدر على العمل حضرتك بخصوص السيدات عندنا مشكلة دايما بتقابل السيدات انها لو راح تشتغل في مكان وهي ارمالة زي ما حضرتك ذكرت دايما بيبقى في نظرات من المجتمع سيئة لها طب نستقبل هذا الاتصال لأسمحة الاول عبدالله من المنفقية تفضل يا سعدالله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا فنم تفضل الله يا سلام والله كنت عايزة اشارك البرنامج من خلالكو ووصف رسالة برضو يعني من على التلفزيون تفضل رجاء لكل يعني اللي حتى مرشف نفسه للانتخابات يكون فيه تصلف للضوء على الناس الغلاب لان فعلا انا بشارك صوفي للأساد مصطفى وبحقاري مجدد فنوطة نتقلل فيها ان كان فيه ناس كثيرة في موضوع التكافل والكرامة ناس كثيرة عندنا انا عارفها شخصيان يعني والله يمكن محليف المادية ما شاء الله جمزة ومش محتاجين والله ولكن للأسف اتفاجأ انه يقولك فلان بياخد معاش هو مع فلوس ومع ذلك عامل معاش تكافل وكرامة كامل فضل يا سيد بالضبط بالضبط ممكن يكون حالته المادية عالية جدا ولكن معرفة من ذلك بياخد يعني مع العلم انه يناس حالته من تحت الصفر واخد بالحضرتك معرفة من ذلك لا يعني ينال من هذا الامر شيء خالص يعني فتمنى من الله عز وجل ان الناس اللي يكون زي المقدمين في السوم زي رسول مصطفى يكون ليه تسلط للضوء على الناس اللي زي كده عشان تحطي طرعا طائلة البرلمان ما حدش بيتكلم الا للفئات العالية والمصالح العالية الاسف شديثة في بلدني فأنا تمنى من الله ان يكون فيه ناس يتجلم بصوت الشعب وبصوت الغلابة عشان حتى يعني لما يكون فيه تواصل الناس ايضاف بعد كده يبقى فيها روح للتحدث مع حد يبقى ليه تواصل مع الشخصات اللي ازا كده وانا بأشكرك على المدخلة الجميلة جدا شكرك يا وسه عبدالله والشباب اللي زيه اللي بيمثلونا والله يتحطيل في البرلمان شكرك يا وسه عبدالله وطبعا دي رسالة بنوجهها لكل الناس اللي مقتدرة وبتقبض معايش تكافل وقرامة والناس برضو المقتدرة اللي قدمت على الخمسمونة جنيه من الدعم بتاع الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وعاوز أقول للناس دي حاجة انت كده مش بتخون نفسك ده انت بتخون نفسك والمجتمع والأسرة والدولة وبتخون الدولة بتاعتك اللي انت عايش فيها فده طبعا ما يصحش في ناس تانية تستاهل الدعم ده كله وهي أولى طبعا قصة مصطفى للدعم ده كله فما ينفعش ان احنا نسيب اللي يستحق وناخد ناس ما تستحقش نرجع تين قصة مصطفى كنا نتكلم على الأرامل واليتامة اللي هما مستنيين الجامعات الخيرية بتنفق عليه نقولت لحضرتك في معظم السيدات دايما الشباب لو هي راح تشتغل في مصنع دايما بيبقى فيه كلام عليها ودايما فيه مشاكل ففيه سدات ما بتحبش تشتغل رغم انها تكون مؤتدرة زي ما حضرتك انها تكون صغارة في السن او 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 فيه ممكن مثلا نقول ان فيه أعمال للسيدات مثلا منفصل عن الرجال بعيدا عن اي شبهات ولي كلام بنسبة وليلة جدا لا لا فيه بالفعل فيه مصانع نقول لحضرتك بنسبة وليلة يعني مش كل المصانع تمام فهي الوقت القاعدة في البيت خشية الشبهة لها اكيد طبعا طب الجامعات الخيرية اللي بتنفق الفلوس وبتهدر فلوس على اشياء ما تستحقش مقابل الشوهي الاعلان نقول لهم ايه حضرتك المشكلة وزارة التضامن ما بتتبعش دايما الجامعيات باستمرار في كل شيء دايما بيبقى فيه تعامل بين الموظفين وبين الاعضاء او رؤساء الجامعيات وطبعا يعني نتمنى ان يكون فيه ركابة دايما وبرضو نأمل برضو ان يكون فيه ايه تجديب برضو من الجهات التابعة لوزارة التضامن وجهاز المركز المحاسبات باستمرار ان يحاسب الناس دي على الداخل والطالع هل كل الجامعات الخارية الوقت يتبعها للنظام او الوزارة التضامن الاتباعي كله مسجل في وزارة التضامن مفيش اي جامعية خارج لا 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 لو فيه جامعية مستقلة بيكون عليها ايضارة القانوني مفيش جامعية مستقلة لان مجرد ان هو بيطلب تصريح لجامعية او لمؤسس او او لازم بياخد رقم اشهار هو مجرد ما يقدم على الطلب او الاجراءات بينزل لجنة واثنين وثلاثة لحد ما ياخد الموافقات من المدرات التابعة له او من وزارة التضامن طبعا لو فيه مثلا اسرة يعني راجل عائلة اسرة راجل عائلة اسرة وحصل ومثلا ظرفك مرض او عمل عملية واعد في البيت مريض ما عندوش اي دخل ثابت يعمل ايه في ظل هذه هل عندنا قوانين بتشرع انه ينفق عليه من قبل الدولة لا طبعا ما فيش قوانين بتلزم الدولة انها مثلا بس فيه حاجة اسمها روح القانون روح القانون حضرتك ان مثلا بتوجه للتضامن الاجتماعي او بتوجه لجمعاء خيرية بيعملوا بحث اجتماعي بيشوفوا حالته هو فعلا استحق او ما استحقش تاني حاجة حضرتك انه هو مثلا هو عنده مشكلة طبية بيطلب انه هو عرض على الكوموسيون الطبي وبالفعل الكوموسيون بيكشف عليه الاولاء عنده نسبة عاجزة اولاء عنده مشاكل صحية بياخد معاش ده الان موجود حاليا ايوة طبعا للأسر المصرية اللي عندهم مثلا واحدة عنده كل انحاء الجمهورية في مصر ده حضرتك يعني على ضمانتك الكلام على مسؤوليتك لان اول مرة اسمع هذا الكلام لا لا على مسؤوليتنا لاننا فعلا لما بيكون في حاجة في الكوموسيون ممكن اساعد فيها واروه مع الشخص والحمد لله بيكون فيه دايما ترحيب بتابع الشخص الحالة يعني هو محتاج فعلا ولا لا هو مريض ولا لا ايوة طبعا طب لو مثلا عندنا يعني واحد في ظل هذه الظروف ما جالوش الدعم والدين هل عندنا اي حاجة بتساعده لان ده كتير على فكرة انا بكلمك في بيوت كتير جدا الوقت الناس اللي تسمعنا في بيوت كتير جدا مصرية عندها نفس المشكلة والواحد عنده حادثة ومش عارف ايه مريض ومش اي دخل والله دايما فيه ناس اصحاب رجال اعمال بتساعد في الخير كتير ده في الجماعات الخيرية لا انا ما بتكلمش عالجماعات الخيرية انا بتكلمك فيه دايما رجال اعمال فيه ناس شرفاء جدا من رجال اعمال وفيه ناس اللي هتتتقل له في اي شيء صحيح وفيه اللي هم بيتتقل له دايما بيتابعوا الحالات المرضية في كل منطقة تابع لها او في كل قرية فيه ناس بتساهم وتشوف الحالات اللي تستحقوا فعلا اللي ربنا بيقدرهم عليه بيعملوهم بيتم فعلا انت خذ اي خطوة ايجابية كجا ذلك طب احنا عاوزين بقى ارسالة يعني نبعاتها لرجال الاعمال عن طريق البرنامج وعن طريق حضرتك اللي هم بيتابعوا الحالات ديات في كل البيوت تقولهم ايه؟ فيه بعض رجال اعمال بيعملو جامعات خيرية سطارة بس ولكن للأسف ما بينفكوش وبياخدوها سطارة ان هوا مثلا كرجو الاعمال بيعمل خير او 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 والأسف ما بيكونش فيه كلام ده خالص فيه بالفعل لجامعات خيرية كده ايوة طبعا وبالفعل برضو بيتم افلاها بعد فترة من وزارة التضامن الاجتماعي لانهم عارفين حقيقة النصب اللي هم عمشين عليها ايوة طبعا ولبالفعل احنا بنشير على قنوات كترة جدا قنوات كترة جدا على الشاشات بنتابع ان هم برامج بتقولك احنا عاوزين دعم وعاوزين دخل وعاوزين 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 وفي الاخر للأسف بنلاقيهم في الاخر يعني بيتم فترة وبتعدي يعني هم بتشاوروا شوية بعد كده بيناموا خالص لانهم فعلا بيكونوا نصبين طب استاذ مصطفى يعني حضرتك كشاب تلاتين تقريبا يعني اتنين وتلاتين سنة اتنين وتلاتين سنة تقريبا مرشح لمجلس النواب ايه اول اهداف حضرتك يعني من خلطة برامجية بتاعت حضرتك اول اهدافك تجاه الشباب اللي هي حضرتك ان شاء الله سنسع جاهدين ان نوفر لهم فرص عمل في المصانع على الاقل الخاصة يعني لحين تعديل القانون بتاع الخدمة المدنية لان حضرتك لسه بتقول ان الشغل وايف والتوظيف وايف في 2013 تقريبا ايوة مفيش تعينات نهائي اعضاء مجل الشعب اول ما شرعوا قانون الخدمة المدنية قفل التعينات والاسف ده ظلم كبير عالناس يعني انت بتعتبر ده ظلم عالناس ان هما قفلوا تعينات في وش الناس او في وجوه الناس ايوة تمام وكان طبعا كان نسبة العمالة كانت في ال نسبة العمالة كانت اول ما الصورة قامت في ناس كتير كانت رجعت عملها كانتها مفصولة بعد 25 يناير تمام فبقى في موظفين كتير في الجهاز الاداري للدولة فبقى تجي الدولة عايزة خف طب حاليا في مصالح كتير فيها عجز صحيح فنأمل ان القانون ده يتعدل عشان الشباب يشتغل وهذه ايضا رسالة نأمل انها تعدل من اجل مصلحة الشباب الشباب المصري يعني افضل من الهجرة الى خارج البلد قصة مصطفى بنشكرك على هذا اللقاء الماتع شكر الله شرفتنا وانا استنى مشاهداء الكرام مشاهداء قناة الصحة والجمال يا من تمنيتم لنا نجاح اعلموا اننا نحبكم بقلب اذا رأكم نبضى لكم نحبكم بروح لا تجد الاستغناء عنكم اعلموا ان قصة الحب التي بينها وبينكم ستبقى سر بين الوركة والقلم يكرروا الاخرون سطرا وهو عند اهل الشعر كوايا اما هؤلاء الذين لم يريدوا لنا نجاح نعاتبهم معتبة المحب لمحبيهم ونقول يا ليتهم علموا في القلب من زلهم او ليتهم علموا في قلب من نزلوا وإلى اللقاء